اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل أحلى وأطعم سوص ممكن تقدميه مع الأسماك أو المأكلات البحرية أو المشاوي كمان سوص الترتار يلا نجربه مع بعض ويا ربي يعجبكم إن شاء الله هيطلع طريقته سهلة جدا وبندفع عليه فلوس قد كده لما بنجيب العبوة من بره قبل ما ابتدي أنا داليا ودي قناتي لو أول مرة تشوفني يريد تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد معي بمجرد ما أنا بنزله المكونات معي هيكون معلقتين مايونيز واتنين خيار مخلل وبصل بصلاية وملح وفلفل أبيض وفلفل أسود هبتدي في الأول إن أنا أضرب في الخلط أو في الكبة الخيار والبصل مع بعض هضربهم كده فارم ناعي مفرومهم كويس قوي وبعدين هحطهم على المايونيز والفلفل والملح وفضل أقل فيهم لغاية ما يمتزج المكونات كلها مع بعض ممكن كمان أضيف بيت مسلوء بتديله يعني نكهة خرافة حكاية لو مش حابة البيد المسلوء ما فيش أي مشكلة الصوص ده بيتقدم مع الأسماك حلو قوي مع الحاجات المأكلات البحرية برضو ساعات بيتحط مع المشاوي بيبقى خرافة بتسبيه في التلاجة حوالي من نص ساعة لساعة وبعد كده بتقدمي خلصت أنا الصوص بتاعي سهل وبسيط ما خدش وقت معاكي بدل ما تشتريه من بره اعمليه أي حاجة في البيت وتطلع أنضف من بره بكتير جدا يارب يكون عجبكم أتمنى أنتوا تجربوه لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرز عشان يوصل لكم كل جديد بمجرد ما أنا بنزله أشوفكم في أسفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته